اهلا بكم في النشرة الاقتصادية يشهد القطاع المصرفي خلال الشهر الفضيل حركة تداولات نشيطة على خدمات قطاع الاعمال والافراد مدعومة بتسهيلات مالية تقدم خصيصا لعملاء البنوك بشقيها التقليدي والاسلامي في رمضان وقد صرح نائب المدير العام لقطاع الاعمال في بنك البركة رشد العليوي ان زخم العمل المصرفي في السوق المحلي يواصل وطيرته القوية طوال الشهر رمضان المبارك لفتا الى لجوء العديد من البنوك الى تنشيط الاقراض بكافة انواع سعيا لتحريك السيولة واستقطاب شريحة اكبر من العملاء ولفتا رشد العليوي الى ان خدمات الاقراض البنكية تتركز في رمضان على تمويل شراء المركبات مما يتيح للمستهلكين خيارات مالية متنوعة ويعزز المنافسة في القطاع بين مختلف المؤسسات المالية من الاعمال المصرفية الى ثلاثة اقسام في اعمال مصرفية اللي هي ضرورية يعني اعطيك مثال الشركات اللي لها معاملات سكان دفعات اعتمادات مستندية وقيرة بتكون الاعمال ملزمة انه لازم يسوونها ما في حل انه يأجلونها كذلك خلنا نقول على مستوى الافراد اذا واحد عنده حساب استثماري ويستحق الوادي عمالة الاستثمارية اليوم فهو لازم يراجع البنك للتجديد في معاملات النوع الثاني اللي هي ضرورية بس مو ملحة يعني على افتراض انه واحد يبي يشتري السيارة عن طريق التمويل اذا ما شرعها اليوم بيشتريها بكرة اما في بعض الحالات اللي هي المعاملات المصرفية اللي هي تأثيرها يعني مو ملح وبالتالي تخف عليه الاقبال في شهر رمضان